نعم حسين حتى هذه اللحظة ومن داخل هذه القاعة التي ستشهد انطلاق أعمال الدورة الثامنة والخمسينة بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قبل قليل انطلقت أعمال الاجتماع أو الجلسة المغلقة التشورية ما بين وزراء الخارجية العرب التي تأتي تمهيدا لإنعقاد هذه الدورة العادية هذا الاجتماع المغلق يتناقش فيه وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالعمل العربي المشترك سواء الملفات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية ومجمل الأوضاع في المنطقة والدول العربية وما سيتم طرحه ومناقشته خلال الجلسة الافتتاحية المعلنة بعد قليل كانت هناك أيضا مع بداية هذا اليوم معاقب العديد من اللقاءات المشتركة ما بين وزراء الخارجية من الدول المشاركين في تلك الاجتماعات مع الأمن العام للجامعة العربية كانت هناك اعمال اللجنة المعنية بالتحركات الإسرائيلية في القدس وكذلك أيضا أعمال اللجنة المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية اللجنة الخاصة بفلسطين أو التحركات الإسرائيلية في القدس أشارت إلى تطورات الأوضاع في فلسطين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص وما يتعلق بالطلب الفلسطيني بضرورة عقد مؤتمر دولي معنية بالقدس والانتهكات الإسرائيلية في القدس والعمليات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي لتغيير هوية القدس وتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي للمدينة وكذلك أيضا مجمل التطورات في فلسطين وخاصة ما يتعلق بملف الأسرة وتبادل الأسرة مع الاحتلال الإسرائيلي أيضا هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة السعودية فيما يتعلق بملف التطورات مع إيران والتدخلات الإيرانية في المنطقة كان هناك استعراض لمجمل التدخلات الخاصة بإيران في المنطقة وفي الدول العربية وكذلك أيضا التأكيد على التنصيق فيما بين الدول العربية لوقف تلك التدخلات بالتنصيق مع المجتمع الدولي خاصة وأن هذه الاجتماعات الخاصة بأزراء الخارجية العرب وأيضا اللجنة المشتركة للكدس وأيضا اللجنة الخاصة بإيران هي كلها تأتي في إطار التنصيق والتمهيد لأعمال القمة العربية المرتقبة في الجزائر وأيضا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي في إطار التنصيق المكثف خلال الفترة الماضية ما بين الدول العربية لاستعراض الملفات المهمة التي سيتم طرحها أمام الأمم المتحدة على لسان القادة العرب وكذلك أيضا فيما يتعلق بجدوى الأعمال القمة المرتقبة في الجزائر في نوفمبر المقبل خلال هذا الاجتماع الذي سينطلق بعد قليل وأعمال الدور العادية لوزراء الخارجية العرب هناك ثمانية بنوت تتعلق بمختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية تبرز في أولوية هذه الاجتماعات القضية الفلسطينية والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وما وصفته الجامعة العربية بأنها تطورات خطيرة شهدتها القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية كذلك أيضا ما يتعلق بخاصة أيضا حسيني في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية وحضور المفاوض العام لوكالة الأنروا سيد فليب لازاريني الذي سيحضر إلى هذه الاجتماعات ويوضح فيها معاناة وكالة الأنروا والعجزة الموجودة التي تخطى 100 مليون دولار وسبل دعم الدول العربية لوكالة الأنروا خلال الفترة المقبلة هناك أيضا الملف الخاص بالأزمة الليبية في ضوء التطورات الأخيرة وما حدث في ترابلس وإمكانية دعم الدول العربية للاستقرار مرة أخرى لليبيا في ظل رئاسة ليبيا لهذه الدورة للمرة الأولى منذ تسعة أعوام هناك أيضا ضمن هذه الموضوعات الثمانية أو البنود الثمانية ما يتعلق بالأوضاع في سوريا والعراق واليمن والأمن المائي سواء ما يتعلق بملف السد النهضة ما بين إثيوبيا ومصر والسودان أو كذلك أيضا سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه سواء من الأراضي الفلسطينية أو المياه من الجولان العربي المحتل نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد الحمراوي مراسل الغد كان معنا من العاصمة القاهرة شكرا جزيلا لك